يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهلاً وسهلاً ومرحباً بالسادة المشاهدين في برنامج نداء الإيمان نستعرض فيه النداءات القرآنية والنداءات الربانية والهتافات بأهل الإيمان تنادي وتهتف بهذا الوصف الجميل الذي فيه تزكية لأهله حيث وصفهم الله عز وجل بأهل الإيمان وأيضاً فإن في هذا النداء بوصف الإيمان تذكير لهم بمقتضيات هذا الإيمان أنه يقتضي منكم أن تنصتوا وتصغوا وتستجيبوا وتسارعوا وتبادروا إلى ما يأتي بعد هذا النداء من الأمر أو النهي يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً يأمر الله عز وجل أهل الإيمان أن يذكروه سبحانه وتعالى ذكراً كثيراً يأمر الله سبحانه وتعالى بكثير من العبادات والأوامر لكن هذا الوصف وصف كثيراً جاءت في هذا العمل العظيم الجليل وهو ذكر الله عز وجل فأمر سبحانه وتعالى عباده المؤمنين أن يذكروه عز وجل بل ويذكروه ذكراً كثيراً تذكر الله عز وجل يذكر الله سبحانه وتعالى بالقلب فتذكر ربك سبحانه وتعالى بقلبك وفي نفسك وتذكر الله عز وجل بلسانك تسبيح تحميد تهليل تكبير لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم الاستغفار أذكار الصباح أذكار المساء أذكار الأحوال في كل أحوالك وفي كل شؤونك في حلك وترحالك وليلك ونهارك كل أحوالك وكل شؤون أكلك شربك دخولك خروجك منامك لبسك كل ذلك تذكر الله عز وجل فيه وأيضاً تذكر ربك سبحانه وتعالى بالعمل بالعمل الصالح فذكر الله عز وجل ذكراً كثيراً لا حد له وهو من الأعمال الجليلة التي يرفع الله عز وجل بها الدرجات ويضاعف بها الحسنات ويكثر بها السيئات ويتجاوز بها عن الخطيئات من قال سبحان الله وبحمده مئة مرة غفر الذنوب ولو كانت مذل زبد البحر بهذا الذكر العظيم الجليل الذي يتوافق فيه القلب مع ذكر اللسان هذا مهم جداً يا إخواني ويا أخواتي حتى يحصل الأثر البالغ لهذا العمل العظيم وهو ذكر الله عز وجل أن يتواطأ عمل القلب مع عمل اللسان فيكون حاذراً بقلبه مدركاً لما يقول واعياً بما يقول فاهماً لما يقول ثم إذا حصل هذا التواطأ والتوافق بين القلب واللسان حصل الأثر العظيم من الأجر والثواب وأيضاً تأثر هذا القلب والارتقاء في مدارج الإيمان وكمالات الإيمان لو ذكر الإنسان ربه بلسانه فإنه يؤجر على ذلك لكن المنزل الأرفع والأكمل أن يتواطأ عمل القلب مع عمل اللسان حضور القلب مع قول اللسان فيحصل الأثر العظيم من جهتي تكفير السيئات وتضعيف الحسنات ورفع الدرجات والتجاوز عن الخطيئات سبحانه وتعالى وهو الكريم وأيضاً فإن هذا الذكر يبني حصون الإيمان وقلاع الإيمان في القلب ويطهر هذا القلب هذا الذكر مطهر ومنظف ومزكي ومعقم لهذا القلب قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي أنا مع عبدي إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي يا لجلال هذه العظمة تذكر الله تعالى في نفسك فيذكرك المولى تبارك وتعالى ملك الملوك في نفسه سبحانه وتعالى وإن ذكرت الله في ملأ ذكرك الله عز وجل في ملأ خير من هذا الملأ في الملأ الأعلى في الملائكة الكرام في الملكوت الأعلى ومن أنا وأنت حتى ونحن العبيد المحاويج المساكين الفقراء المذنبين حتى يذكرنا الرب الكريم الملك الجليل الخالق قديم الإحسان الذي غمرنا بفضله وكرمه وجوده وبره وإحسانه ونحن مع ذلك مقصرون ومع ذلك تذكره يذكرك سبحانه وتعالى اذكروا الله ذكرا كثيرا ومن توفيق الله عز وجل للعبد أن يجعله دائما الذكر لله سبحانه وتعالى في ذهابه وفي مجيئه وفي بيته وفي سيارته يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يعني في كل أحوالهم وفي كل شؤونهم يذكرون الله سبحانه وتعالى ولا يغيب ذكر الله تعالى عن قلوبهم ولا عن ألسنتهم فهم دائما الذكر لله عز وجل ولذلك في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إعطاء الذهب والورق الورق الفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى يا رسول الله إيش هذا العمل العظيم الجليل اللي هو خير الأعمال وأزكاها عند الله وأرفع لدرجاتنا وعلونا وخير من هذه البذل والعطاء بإنفاق الذهب والفضة وأيضا من أن نلقى عدونا فيضربوا أعناق ونموت ونستشهد فيه شيء عظيم قال ذكر الله عز وجل ذكر الله سبحانه وتعالى فإنه مما يكتب الله عز وجل به رفيع الدرجات للعبد حديث كثيرة جاءت في فضل الذكر أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة؟ عجيب كيف يكسب ألف حسنة؟ قال لأن يسبح الله مئة مرة فذلك بألف حسنة أي أود أحدكم أن يذهب إلى العقيق وادي في المدينة أو بطحان فيأتي بناقتين كوما وين نقتين عظيمتين وهذه من أعظم أموال العرب من أعظم أموال العرب من غير إثم ولا قطيعة رحم بس يروح مشوار للوادي ويرجع ناقتين يروح للوادي ويرجع ناقتين كلنا يريد ذلك يا رسول الله إشهل الأمر قال لن يغدو أحدكم إلى المسجد فيقرأ آيتين أو يتعلم آيتين خير له من ناقتين وثلاث من ثلاث ومن أمثالهن من الإبن شوف الذكر هذا الذي تضاعب به الأجور وتضاعب به الحسنات الذكر حصن حصين للعبد من الشيطان الرجيم إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا تذكروا الله عز وجل وجلال الله وعظمة الله والوقف بين يدي الله ذكروا الله بقلوبهم فعادوا إلى ما كانوا عليه من الحالة الإيمانية واستعادوا بالله من الشيطان الرجيم وانصرفوا عما يدعو إليه هذا الإبليس المبين إذن هذا عمل صالح عظيم جليل دل الله عز وجل عليه أهل الإيمان وحظهم عليه لما فيه من رفعة لدرجاتهم وتضعيف لحسناتهم وتكفير لسيئاتهم ومسح لخطيئاتهم ويجل الله عز وجل به هذه القلوب ويطهرها فإن هذا الذكر جلاء للقلب تطهير للقلب تنكي للقلب تصفي للقلب فإذا اجتمع هذا الذكر ذكر القلب مع ذكر اللسان حصل هذا الأثر العظيم من بناء قواعد الإيمان أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات ونستعين بالله عز وجل في أن نتعلم هذه الأذكار ونحفظها أذكار الصباح والمساء والأحوال وشؤوننا كلها ونعلم أولادنا وبناتنا وطلابنا أيضاً نحفظهم هذه الأذكار الشرعية المباركة ففيها الخير العظيم في الدنيا والآخرة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين